أمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير بفتح الحدود مع جنوب السودان للمرة الأولى منذ انفصال الجنوب في عام 2011 الحدود بين الدولتين كانت قد أغلقت في عام 2011 عندما تدهرت العلاقات بعد انفصال الجنوب في أعقاب حرب أهلية طويلة جنوب السودان استقطع معه آنذاك ثلاثة أربع إنتاج السودان من النفطة خطوة عمر حسن البشير أتت على إثر إعلان رئيس الجنوب سلفاكير عن تطبيح العلاقات مع الشمال ردا على موافقة البشير على تخفيض رسوم عبور نفط جنوب السودان عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر وتأسست جمهورية جنوب السودان عندما استقلت عن السودان في استفتاء شعبي لسكان الجنوب أعلن عن نتائجه النهائية في فبراير من العام 2011 فيما تم الإعلان عن استقلال كامل للدولة في 9 يوليو من نفس العام ترجمة نانسي قنقر